أحب أقول برضو لحيان كيف تحل المشكلة دي أنا والمفتاح تحل المشكلة دي هو الرئيسة التفتاح السيسر حقاً يعني فأول يوم حصلت في الحادثة واتصل بي وقال لي سمعت مصر في رقبتك أنت ورجالة قناة السويس طبعاً الكلمة دي أنا نأتهى للنجاز دائتنا كلهم وقلت لهم أننا مش هنتحرك من المكان دول لغاية لما نخلص هذه الأزمة الحمد لله فعلاً الناس كانت مستجيبة وكانوا العكس متبرعين أكتر حدش فيهم فكر أنه يروح ولا يأكل ولا ينام لغاية لما نفزنا المهمة سيد الرئيس كان يتابع الجراد اللي حد أخذها في اليوم مرتين وثلاث مرات اتصال يومي وكان بيخش في أدك التفاصيل حقيقة أنا كنت بشفك عليه من أنه يخش في التفاصيل دي وكان يقول لي كل حاجة وتتعمله إيه أعطم مني إيه الأخبار فإحنا كنا نقول له على كل حاجة وهو كان عمل دفع علينا جامل جداً وواقف معنا ودي ممكن من ضمن الحاجات اللي خليتنا دايماً أنه نحن مفيش حاجة ما نتعبش الحمد لله كنا شغالين يعني من هنا أنا بشكره طبعاً بقدمنا الشكر مع علي رئيس الوزراء كان يتصب بيه يومياً قائد العام يتصب بيه يومياً كل الوزراء وكانوا يقدموا كل المساعدات أنهم يساعدوا في أي حاجة يقدروا يقدموها يعني زي ما قلت يمكن في المطور صاحب الفاتن وزير الزراع ما تأخرش أنه يجيب العلف للسفر اللي عليها المشيئة يجيب دكاترة بطرييين وزيرة البيئة عملت تفتحة غرفة عمليات متواجدة بالرغب أن ما كانش فيه أي تصرف حاجة من الزيوت أو البترول أو الاسكابل البترولي أو حاجات بيئية إلا أنها برضه أصرت أن يبقى فتوح مركز موجود نقدر رأي حتى لو حصل حاجة حتى للسفن اللي هي موجودة في التمساح أو في البحيرات المرة أو موجودة في مناطق الاتزار في الشمال وفي الجنوب فالحمد لله إحنا الرجالة أنجازة المهمة صعبة جداً فوقت كياسي نعتبره فوقت كياسي ومع المحافظة على السفينة وعلى البضاعة بسلام الحمد لله أسد ومحيرات السفينة وبعلم من هنا عودة حركة الملاحة من الجانبين اعتورة من الساعة 6 النهاردة بعد الدور